السلام عليكم معاكم سنيلي سعيد لو اول مرة تتابعني اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك الفيديوز الجديدة اول باول ولو متابعني اعمل لايك للفيديو اعمل شير بفرح جدا بالقامنطس اللي بتسيبوهايلي تحت الفيديو وما تنسوش تقولولي بتتابعوني منين النهاردة مكملين نو هلو لمدل تو تاني عدايدي وحناخد يونت تان واليونت بعنوان we are what we wear يعني انت بهدومك بتبين شخصيتك we are what we wear تعالوا نشوف الاول الفكابس بتاعتنا هنا بيقولي climate وكلمة climate اللي هون مناخ العام بتاع البلد تمام dress jewelry relax sheet وهنا عطيني items of clothing clothing يعني الملابس هي هي نفس كلمة close بس الفرق ان دي uncountable ومفرد نما close جمع ايه بقى الحاجات اللي بلبسها على الhead او الفيس قلي earrings ودي ما بيجيش غير جمع لان الحلق دايما بيقوا اتنين head scarf ودي الاشاربة او الحجاب انما scarf ده بيبقى ممكن وشاح اللي هي اللي بتلف كده scarf sunglasses طبع legs قال لي trousers shorts الفيت قال لي boots sandals trainers shoes طب body قال لي belt handbag jumper galopia والneck قال لي necklace او tie هنا بيقولي adjectives for clothes ايه الصفات بقى اللي ممكن نستخدمها مع الملابس فبيقول beautiful casual colorful comfortable loose pretty smart smart يعني ان يقشيك strange striped traditional طب المaterials بتعمل منها الملابس cotton glass gold leather linen material sorry metal plastic wood wool وهنا بقى الكلمات بيقول although blog electric flat look like probably similar style keep warm او keep cool the same as تمام بيقولي pest for dress in know about protect from وهنا بيقولي coast الكلمة هو الانتنم فبيقولي comfortable uncomfortable simple complex او difficult wear take off popular unpopular climate weather climate ده المناخ العام بتاع البلد يعني مثلا مصري يقولك ان هي معتدلة ده الشتاء والده صيفا وكده يعني ده المناخ العام بتاع البلد انما الweather ده الحالة بتاعت الطقس في الوقت اللي احنا فيه في يعني احنا في الصيف الدنيا حر في الشتاء الدنيا ساقعة في الربيع الجو worm هكذا يعني بيتغير انما الclimate سابت skin ده جلد البني ادم الحي انما leather ده الجلد اللي بنعمله عشان نصنع منه اشياء made of احنا اتفقنا قبل كده ان made of او made from لازم يجي معها verb to be اللي هو is or or طبعا مفيش am is او or is ده الحاجة اللي بتكلم عليها مفرد و or لو الحاجة اللي بتكلم عليها جمع طب امت استخدم of وامت استخدم from باستخدم of لو الخامة اللي دخلتها طلعت لي المنتج من نفس الخامة ما تغيرتش انا دخلت قط نطلع لي share to cut انما باستخدم from لو الخامة اللي انا دخلتها طلعت لي منتج تاني خالص يعني دخلت رملة طلع لي ازاز فبالتالي اقول لك made from تمام glass is made from a sand وهكذا هنا بقولي حنشرحها بالتفصيل قدام comfortable relaxing pretty beautiful comfort comfortable with tradition traditional وهنا اعطيني بعض ال reading بس عشان الوقت برضو هنا في reading جزء ده حلو اروه ودي الاجابات ووص وهنا بصوا بقى الجزء ده محتاج يتحفظ يا جماعة ما فيهاش كلام هو بيوريني ازاي لو انا جتني اكتر من صفة في جملة واحدة ارتبهم ازاي لان احنا مش بنستخدمهم مع شوي عشان ارتب الصفات اعرف ان انت ما تقدرش تحط اكتر من ثلاث صفات في جملة اما كده هيبقى over يعني هو ثلاث صفات ما تزودش عن كده طب ترتبهم ايه قسمهم لتلاتة فيقولك size shape age size shape age والنحة التانية قال لي color nationality material color nationality material يبقى size shape age color nationality material تمام طيب افرد جتني دي وبعدين جتني دي وبعدين جتني دي امشي بالترتيب يبقى size وبعدين الage وبعدين المaterial جتلك دي ودي يبقى size وبعدين المaterial جتلك ايه الشيب والناشناليتي يبقى الشيب وبعدين الايه الناشناليتي فامشي بنفس الترتيب اللي قدامك اعرف ان ما ينفعش نستخدم اكتر من ثلاث صفات في جملة واحدة وعلى أساس الشرح ده بمنتهى البساطة أهو احفظ الترتيب عشان تعرف افرد لو أنت عندك من يعني مثلا لونين مثلا أقوله كذا أندي كذا وحطهم واستخدم الحاجة اللي بعدها في ترتيبها تمام؟ يعني لو عندي الـage الـ shape شكلين الـ size حجمين الخامة خمتين فالحاجة لما تبقى تنين من نفس الحاجة حطهم كذا أندي كذا ماشي؟ بنفس الترتبهم ودي الإجابات زي ما تشايفين أنه وضوع بسيط النهاردة وقادي كمان الإجابات وقادي بادي الإجابات ماشي؟ وهنا بقى هنا بيقول لي هنا بيقول لي لاند حاجة حد تمام؟ perfect imperfect perfect imperfect near far soft rough hard هنا بيقول much بص بقى أنا عايزة أقول إن واحد أطول من واحد فبقولك إن مثلا محمد is taller than أحمد طب بفرق بقى إن محمد أطول من أحمد بس بكتير فيه فرق كبير في الطول أقدر أزود كلمة much فقول إيه؟ محمد is much taller than أحمد أطول منه بكتير تمام؟ بقارن برضو بين اتنين بس فيه فرق كبير في الطول فقولك much taller تمام؟ فيه واحدة رفيعة قوي 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 عن حد فقولك شي is much thinner than had used to إحنا كنا واخدينها قبل كده وقلنا إن used to ويجي وراها مصدر كان متعود يعمل حاجة وبطل فلو واحد كان متعود يدخن وبطل هقولك he used to smoke معنى كده إن هو كان بيدخن وبطل تمام؟ he used to smoke أو I used to play كنت متعود ألعب في الشارع but now I don't بطلت تمام؟ what about و how about اللي اتنين بنستخدمهم في suggestion وبيجي وراهم جيرا في الاقتراح فقولك what about going to the cinema والله يا ابني وفقت حتقولي great idea ورفضت حتقولي I'm sorry I can't هنا أعطي لي definitions فبيقولي chemicals, crops, environment, industry, luxury كلهم سهلين near, close, perfect, excellent govern, government imperfect خدوا بالكم من imperfect طبعا ده reading اقروا انتو جزء بتاع البامبو ده كويس برضو قرو أجزاء الreading على فكرة لازم تتقرى بس أنا عشان الفيديو مايتوالش ودي الإجابات مش عايزة أطاول عليكم بصوا بقى والله يعني الموضوع بسيط قوي هنا بيقولك إيه دي إنما ذيس وذوس برضو هؤلاء وبيجي للايه للقريب والبعيد يعني ذيس للقريب إنما ذا للبعيد ذيس جمع للقريب وذوس جمع للبعيد بصوا كتا معايا هقولك إيه الكتاب ذا قريب أقولك this is a book الكتاب بعيد هقولك that is a book تمام الكتب قريب أقولك ذيس are my books الكتب بعيد أقولك ذوس بس يا جناب ذوس are my books تمام منتهى البساطة إيه القاعدة دي بقى إحنا القاعدة دي ما خدناهاش كقاعدة قبل كده ولكن بنستخدمها في العادي يعني فأنتم فحتلقوا نفسكم عارفينها كلمة one وones one يعني واحد إنما ones يعني الكام واحد دول فأقولك إيه see those two girls شايف البنتين دول هند is the taller one هند البنت بادة المعيد تاني the taller girl أشيل كلمة girl وأقول إيه one أقولك is the short one وهي البنت القصيرة أو الوحدة القصيرة بتيجي مع إيه one كمان قالي مع كلمة ذا لما أقولك مين محمد في دول تقولي the one on the left اللي على الشمال the one the one on the left اللي على الشمال وتيجي فين كمان كلمة one قالي بعد which فأقولك مثلا بتقولي اللي هناك ده صح بيقولك which one أنا واحد which one طب افرد أننا أنت بتقولي اللي هناك دول صحابي جمعي يعني أقولك which one ينفع أما لا أقول إيه مشي بتقولي الكتب دي بتاعتي أقولك which one ولا which ones which ones تمام إنما لما تقولي القلم ده بتاع أقولك which one أنا واحد بيقوا كمان فين قالي بعد this with that with this with those فأقولك إيه this cookie looks nice الكوكي دي الباسكوتة دي شكلها شكلها طائق كويس فأقولك but that one بس اللي هناك دي التانية looks delicious تبدو إيه طعمها أفضل يبقى أنا بستخدم one وones one مع المفرد وones مع الدمع بتيجي فين قالي بتيجي بعد الصفة tall one بتيجي بعد that the one بتيجي بعد which which one بتيجي بعد this with this with that with those سهلة جدا بصوا كده أدي الإجابات إحنا كنا نستخدموها القاعدة دي من غير ما ناخدها كrule يعني وهاني الإجابة كمان وده جزء وإدي الإجابات كمان كمان الإجابات ونشوف بقية اليارت هنا بيقول لي advert اختصار كلمة advertisement إعلاني يعني changing room chest of drawers changing room اللي هي البروفة اللي بتبقى في المحلات القضة اللي بيغيرو فيها الهدوم chest of drawers customer discuss fit handbag shopkeeper tool a bet already check email object sale statue useful get married معناها يتزوج get married يعني يتزوج move house يعني يعزل move house at the top buy four for sale look for present for try on وين عطيني السنة بيقول لي fantastic wonderful useful helpful perfect perfectly use use useful ودي أجزاء reading بصوا الجزء ده بيتكلم بصوا نحا أرهولكم لأن مهمة قوي دي المحادسة اللي بتدور ما بين الشاب keeper الرجل اللي بيشتغل في المحل أو صاحب المحل ومع الزبون فلما كون بتشتري هدوم can I help you أقدر أساعدك فالتاني يقول له الحاجة اللي هو عايزها I'm looking for كذا ببحث عن كذا فالتاني يسأله أكتر طب what type of كذا would you like أي نوع اللي انت طلب ومسلا هي طلبة dress فwhat type of dress أي نوع الفستان اللي انت عايزين فالتانية شافت حواليها وقيت له I'd like something like this one شافت عن موض الحاجة فقيت له أنا عايزة زيدة الثانية طبعا السؤال العادي جدا هتقوله could I try it on ينفع ألبسه آآ إيسه وطبعا أو تسأل تقوله فين فالتاني هو الوحده قال له the changing room is here غرفة التغيير هنا وبعد ما لبسته وطلعت له قال له does it fit ها مقاسه كويس فالتانية قيت له do you have a smaller size لو المقاس كبير ولو المقاس صغير هتقول له do you have a bigger size أو larger size فهو راح جاب لها واحدة تانية جرابي كده دي فلو طلع المقاس مناسب فتقوله it fits me perfectly it fits perfectly يعني مناسب علي جدا I'll take it حاخده ويجي السؤال بقى how much ويتقال how much does it cost أو how much is it ويتجاوب عليه بقى بالفلوس اللي حتتقال دي الإجابات برضو الإجابات وده نفس الضيلوج اللي احنا قريناه من شوية وقادي الإجابات تاني وقادي بقيت الإجابات وإحنا كده نكون خلصنا اليونت أهو أدي الإجابات وقادي بقى الإجابة وكده اليونت يكون خلص ولو عجبك الفيديو اعمل لايك للفيديو اعمل شير بفرح جدا بالكومنس اللي بتسيبوها لي تحت الفيديو ما تنسوش تقولولي بتتابعوني منين كان معاكم مسنينلي سعيد السلام عليكم ورحمة الله